هذا وأكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على تمكين شباب والمجتمع المدني من الاطلاع بدور فعال في الجهود الدولية لتغير المناخ وهو ما تعمل معه على تنظيم أول منتدى للشباب حول تغير المناخ وذلك في إطار التحضير لاستضافتها للدورة المقبلة للمؤتمر كاب 27 الشباب بالطبع يجب أن نشركهم فالشباب هو من سيرث هذا الكوكب لذلك نريد أن نقدم لهم مناخ مستدام وإلا سوف يتعاملوا مع تباعات لا ندركها نحن الآن بطبع لذلك لكل هذه الأسباب نحن نتطلع لاستضافة منتدى الشباب قبل كاب 27 لكي نحافظ على هذا الزخم وهذا الضغط على المفاوضين